لا تمر مناسبة إلا وأظهرت إيران نفوذها في العراق بصورة جلية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن طهران ترى في الأراضي العراقية حديقة خلفية لها وساحة حرب وسوقا لترويج بضائعها ترفض فيه أي منافس السعودية أعلنت عن خطط استثمار لنحو مليون هكتار بالقطاع الزراعي العراقي في باديتي الأنبار والسماوى الغربي وجنوب العراق ما يوفر الآلاف من فرص العمل في ظل تفشي البطالة والأزمة الاقتصادية الخانقة لكن حملة قادتها الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران تبدو هي السبب وراء إلغاء المشروع السعودي حيث أعلنت ميليشيا العصائب والنجباء واتلاف دولة القانون وتحالف الفتح رفضها الاستثمار السعودي في أي قطاع بالبلاد واعتبرت أن الاستثمار الزراعي بمثابة استعمار جديد وهو ما وصفه المراقبون بأنه محاولة لحماية مصالح إيران في العراق التي تهيمن على أكثر من 60% من المنتجات الزراعية الموجودة بالسوق المحلية منذ سنوات بمجموع تصدير تتجاوز قيمته 6 مليارات دولار سنويا مسؤولون حكوميون أقروا بأن حسابات ذات طبيعة سياسية أطلت الذهاب لخيارات أخرى في هذا الاستثمار الضخم إذ أن الحكومة عرضت لحملة ضغط كبيرة من المعسكر المقرب من طهران بشأن إيقاف الاستثمار السعودي في القطاع الزراعي الميليشيات لم تكتفي بالرض بل هددت باستهداف المشاريع السعودية في العراق كل ذلك خوفا على مصالح طهران التي تتأكل على العراق في ضمان وصول العملة الصعبة إليها عقب العقوبات الأمريكية حديث الأحزاب والميليشيات وشيطنة الدور العربي في العراق لقوا استهجانا من قبل العراقيين الذين أدركوا أن إيران أوعزت لوكلائها بمنع أي طرف عربي من الدخول إلى البلاد التي تريد أن تستفرد بها في ظل مشاريعها التوسعية وعلى إثر تلك الخطوة تقول مصادر مطلعة إن الميليشيات بدأت حملة استيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية الحدودية مع السعودية بذريعة استصلاحها زراعيا لإكمال ثنائية المال والسلاح التي تحكم العراق ترجمة نانسي قنقر